السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة الرشدة نبدأ حلقة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجبعي ربنا بيقول في كتابه العزيز ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين معنا سؤال من أم هيسم فقدت جنينها في الشهر التاسع في الشهر الأخير وفي حلقة النهاردة هنقول لها ليه ده حصل وربنا يعوض عليك وإن شاء الله ربنا يخلف عليك بزرية صالحة ولأنك من الصالحين والصالحات ربنا ابتلاك بهذا الأمر كوني قويا إن شاء الله هذا الأمر بمشيئة الله لم يكن هذا الجنين أصلا ليولد ولكن كان كل هذه القصة لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتليك لأنك من الصالحات بإذن الله ونحسبك إن شاء الله على خير طيب بتقول أنا أم هيسم أرجوك دائما أكتب لك وما بتردش أنا بعتذر لك وبعتذر لكل أخت فاضل أو كل أخ فاضل سألني ولم أرد عليه وذلك بدون تعمد ولكن لضغط العمل ولكثرة التعليقات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها بنحاول بنحاول إن احنا نرد على الأسئلة الشائعة اللي زي سؤال حضرتك اللي ممكن يستفاد منه الناس كلها بتقول أنا تعبانة نفسيا من عشر تيام فقدت جنيني ودكتورة قالت لي إن السبب إن معاد الولادة فات بتقول دخلت الشهر العاشر لذلك المية بتاعة الجنين المية اللي حوالين الجنين أصبحت ماء خضراء يعني إيه الكلام ده وإيه اللي حصل معه عشان نفهم الكلام ده ونستوعبه لازم النصيحة الغالية اللي هنقولها رجاءا عد حركات الجنين عشر حركات في عشر توقيتات مختلفة أثناء اليوم في الشهر التاسع وأيضا الزهاب للفحص كل أسبوع كل أسبوع تذهبي للفحص مرة على الأقل وفي فترة معينة في فترة بعد تخطيكي الأسبوع السبعة وتلاتين يعني بعد أسبوعين من الشهر التاسع لازم تروحي تعملي فحص بالسنارة على الأقل مرة في الأسبوع ولما توصلي الأسبوع التسعة وتلاتين والأربعين يبقى ممكن يكون كل يومين لحد ما توصلي للوقت المناسب للولادة الكلام دا ليه وليه خلى مية الجنين خضرة الكلام دا والنصيحة دي عشان ما يحصل لكيش كده ليه دا حصل الجنين في الرحم لا يتبرز إطلاقا إلا في حالات خطيرة ليه أمال بيتخلص من الفضلات إزاي بيتخلص من الفضلات عبر المشيمة يتبول يتبول ولكن يتبرز لا يبقى لما بيجي يتبرز بيبقى في تعكيرة في السائل الأمنيوسي ولو السائل دا المتعكر دخل الرئتين بتاع الجنين أحدث مشكلة كبيرة وأحدث عصر في الولادة ونقص في الأكسوجين وهذا الجنين لما بيجي يتولد بيبقى عايز يلهس عشان يحصل على الأكسوجين ولكن البراز والعقي دخل في الرئتين عنده فتسبب له ذلك في الوفاء هي بتول دخلت الشهر العشر طيب مدة الحمل قد إيه؟ مدة الحمل 40 أسبوع ممكن تنقص أسبوع وممكن تزيد أسبوع وممكن كمان تزيد أسبوع آخر في حالات ندرة أو حالات قليلة يعني مدة الحمل 40 أسبوع وممكن تبقى 41 أسبوع وممكن تبقى 42 أسبوع بس رجاء ده مش معناه أن أنا أسيد نفسي لحد ما اطلق يجي لي وابقى مش مهتمة بالجنين بتاعي عدد حركات الجنين ده الفيصل بتاع كل أمة إن الجنين بخير ولا لأ في واحدة أخت سألتني برضو بس مش متذكر اسمها بتقولي اشمعنا عشر حركات في اليوم اشمعنا ليه مش تمانية ليه مش سبعة لو سبعة هيحصل حاجة خلينا نتفق نقول إن عشر حركات حسبوها إزاي عارفين أنتو لما يبقى فيه سيارة جديدة يقولك إن سرعة هذه المركبة أو هذه السيارة مثلا خمسين كيلو متر في الساعة بقوة المحرك قدروا يقيسوا وبالتجربة قدروا يقيسوا إن قوة المحرك ده تقدر تقطع خمسين كيلو متر في الساعة مثلا أو إن مثلا الأسد بيقطع مش عارف عشرين كيلو في الساعة ولا مش عارف كم ألف كيلو في الساعة كل ده بالقياس فوجدوا أن أقل عدد لحركات الجنين بيبقى فيها الجنين متمتع بصحة جيدة هي عشر حركات أقل من كده ممكن يكون الجنين كويس بس ممكن يكون مش كويس فبيبقى إنذار فلذلك هذه المعلومة حطوها كده في هدية وإدوها هدية للأم وقالوها خلي الهدية دي معك أنت كل لما تحس أنها أقل من عشرة تعلن عشان نحن بدورنا نعمل فحص بالسنار نعمل دوبلر نشوف الأكسوجين نشوف مية الجنين متعكرة ولا لأ هي مية الجنين لونها مش هيبان في السنار ولكن لون مية الجنين هيبان ساعة الولادة ولكن في مؤشرات في حاجات بتقولي إن ممكن يحصل تعكر للسائل هو إيه اللي حصل بالزبط اللي حصل إن الجنين ده ممكن يكون حصله اكتمال في الجهاز الهضمي وبيتبرز عادي لإنه بقى طفل مفروض ينزل يعمل بيبيه ولكن ما تمش أولادته طيب ليه ده حصل لإنه ما عملناش دوبلر ما عملناش سنار ما عدناش حركة الجنين كويس ما انتبهناش ما حردناش لما توصلي للاسبوع الاربعين وتدخلي في الواحد والاربعين ما روحتيش عملتي طال إصناعي ما روحتيش حفزتي هذا المخاض ممكن كمان تلجائي إلى الولادة القيصرية ما هو الجنين يعيش ولا أضحي بيه عشان بضعة أيام أنا مصرا ويولد طبيعي طبعا لا في حالة من الحالات بيحصل إن الأكسوجين اللي واصل إلى الجنين بيبقى قليل ركزي مع الحتة دي بيحصل إيه لما الأكسوجين ينقص دي بتتعرف إزاي لما تيجي توصلي في آخر التاسع ولسه ما ولدتيش كل يومين تروحي عند الدكتور تخبطي على بابه أقول له أعمل لي دوبلر أعمل لي تخطيط للجنين شوفي الأكسوجين اللي داخل له قليل ولا كويس ولا لا طب لو قليل هيحصل إيه النقص الأكسوجين بيحفز الأمعاء وبيحصل ارتخاء لفتحة الشرق فتحة الشرق بتاعة البيبي بيحصل لها ارتخاء ولما يحصل لها ارتخاء الجنين غصبا عنه بينزل العقية اللون الأخضر ده كان قديم ليه؟ لأن لون العقي الأولاني أو خلينا نقول الجديد شوية بيبقى لونه أصفر يقدم يبقى لونه أخضر يقدم قوي هيبقى لونه بني لما بيتولد اللي هو إيه؟ البيبي البني الأسويت ده اللي انتو بتلاقوه في الحفاظة أول ما البيبي بيتبرز يبقى أصفر أخضر بني فأخضر دي يعني تبرز وقعد فترة كمان فدخلت الحاجات دي كلها الرئتين بتاعته فقضت عليها يأما يكون في حاجة ضغطت على الحبل السري والضغط على الحبل السري بأي شيء الجنين ضغط عليه في عقدة في أي حاجة ضغط على الحبل السري بيعمل تحفيز للعصب الحائر المسؤول عن الحركات اللا إرادية فالعصب الحائر ده لما يستفز يحصل أي حركة لا إرادية منها أن فتحة الشرق تنزل البيبي والبيبي بتاع البيبي ينزل البراز بتاعه فيتعكر السائل الأمنيوسي فالجنين ياخده ويدخل جوه الرئتين الرئتين دي اللي احنا بنحاول دايما نتكلم عنها أنها لازم تولده بعد الأسبوع السبعة وثلاثين عشان الرئتين تبقى شبه مكتملة أو مكتملة الرئتين دي لو عندك ولادة مبكرة أو يعني معرضة لولدة مبكرة يريد تاخد حقنة الرئتين مهم جدا الرئتين دول فالرئتين دول دخل فيهم البراز اللي هو العقيب فطبعا كان فيها مشكلة كبيرة طبعا ممكن تتلحق ولكن في مستشفى نظيفة جدا وقبل ما يتحول للون الأخضر وتبقى الدنيا يعني يعني لا لازم لازم تتلحق بسرعة وفي وقت قياسي طيب نخلص من ده بإيه بأهم نصيحة للحوامل في الشهر التاسع عشان ما تفقدوش أجنتكم رقم واحد عدوا حركات الجنين وما تكسلوش عدوا حركات الجنين وما تكسلوش لو لقيتوها التسعة روحي اعملي فحص بالصنار دي رقم واحد رقم اتنين حركات الجنين ما بتقلش عن عشرة أروح اعمل فحص بالصنار مدة مرة في الأسبوع في الشهر التاسع وصلت ليه الأسبوع الأربعين أروح اعمل مرتين في الأسبوع واحد واربعين مرتين كل يومين أروح يعمل طل إصناعي يا أم شوفي المشكلة إيه أولد على طول أم هيسم إن شاء الله ربنا هيخلف عليكي ويكون هذا الأمر في ميزان حسناتك ويكون بسبب أم هيسم وسؤالها وطلبها للشرح ده إن ربنا بإذنك يا رب ينقذ بيها أجنة ناس تانية كتير جدا ويجعل هذا الأمر في ميزان حسنات أم هيسم ويخلف عليها بسبب هذا الأمر إن شاء الله اللهم أمين وأرجوكم ادعو لها إن ربنا يصبرها ويخلف عليها إن شاء الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته